مجز لأهم الأنباء من قناة النباء أهلا بكم أعرب وزير الخارجية الإيطالي بولو جنتيلوني عن الرضا لإبرام اتفاقية في لندن حول ما سمي بتحرير أموال المصر في المركزية الليبي ووفقا لمذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية فإنه تم توصله إلى اتفاق خلال الاجتماع في العاصمة البريطانية لاستئناف ما سمي بالتمويل الداخلي لليبيا مع ممثلين عن الحكومة المقترحة والمصر في المركزية وينص الاتفاق على استئناف تمويل الحكومة الليبيا من خلال استخدام احتياطات البنك المركزي لتوفير ما يقارب التسعة مليار يورو لإصد الاحتياجات المهمة شن الطيران الأجنبي المساند لميليشيات الكرامة غارتين جويتين على منطقة جنفودة السكنية حسب مركز السراية الجناح الإعلامي لمجلس شرى ثوار بنغازي المركز قال أن الطيران الأجنبية من نوع كامكوبتر يواصل تحليقه بكثافة فوق مناطق سيطرة الثوار في المدينة وأوضح المركز أن قوات المجلس استهدفت بالمضادات الأرضية طائرة دون طيار من نوع كامكوبتر ما أجبرها على التراجع أكدت مصادر من مدينة درنا باختطاف مدير فرع شركة الخدمات العامة للمنطقة طلال الهنشير في مدينة طبرق أمس الأربحاء المصادر قالت أن الهنشير اختطف من قبل المخابرات العسكرية الموالية لحفتر في مطار طبرق واقتيد إلى جهة مجهولة عقب رجوعه من طرابلس في زيارة عمل تخص العاملين بشركة الخدمات العامة يشار الان الهنشير يرأى سفرع شركة الخدمات العامة بدرنا والتي تضم المنطقة من الجبة غربا وحتى طبرق شرقا وهو أيضا ناشط بمنظمات المجتمع المدني في مدينة درنا قال المتحدث باسم ما يسمى بالقيادة العامة أحمد المسماري أن قوات البنيان المرصوص لم تحقق خلال ستة أشهر نتائج ملموسة على حد قوله المسماري وفي حوار مع صحيفة اليوم السابعة المصرية قال أن قوات البنيان تحرر بعض الأحياء وتترك الأخرى مشيرا إلى أن الطيران الأمريكية داعم لقوات العملية دمر مدينة سرت بالكامل حسب وصفه يواصل الهلال الأحمر في مدينة الزاوية بالتعاون مع فريق من خبراء الهندسة العسكرية يواصل إزالة مخلفات حرب لم تتفجر منتشرة في المناطق التي شهدت اشتباكات الأيام الماضية في المدينة مسؤول الأعلام بالجمعية مهند كريمة وفي اتصال بالنبأ وجه تحذيرا للسكان بعدم لمس أي من المخلفات وضرورة الإبلاغ الفوري عنها مضيفا أنهم يصعدون لإطلاق حملة توعوية بالخصوص يشار إلى أن مدينة الزاوية شهدت الأيام الماضية اشتباكات شملت مناطق وسط المدينة قبل أن تنتهي بصلح وتدخل قبلك ختم الموجز إلى اللقاء